اشتركوا في القناة مناسبة مرور عشر سنوات منذ انطلاق عمل الشركة وأوضحت شركة خلال مؤتمر صحفي أن المنتدى سيستضيف قائمة من الشخصيات الحكومية وكبار المسؤولين من أبرز المؤسسات المالية البحرينية إضافة إلى مستثمرين من منطقة الخليج وستقوم شركة خليج البحرين للتطوير خلال المنتدى باستعراض رؤيتها وتعريف المشاركين بمراحل التقدم الذي وصل إليه المشروع قد أكد الرئيس التنفيذي لشركة خليج البحرين أغاغان سوري أن المنتدى سيشكل فرصة مثالية لاستعراض إمكانيات البحرين الاقتصادية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة والأعمال المتاحة على مسوى المملكة تكمن أهمية استضافة منتدى الأعمال هذه السنة في إرسال عدة رسائل إيجابية مفادها مضي خليج البحرين قدما في احتضان واحدة من أنشط وأنجح المشاريع العقارية في المملكة حيث شهد العام الماضي نموا كبيرا بإتمام بيع غالبية مخططات مع اكتمال البنية التحتية واقتراب المطورين الفرعيين من الانتهاء من أعمالهم إضافة إلى تدشين فندق الفور سيزنز خلال العام الماضي ليصبح أيقونة مميزة في قلب العاصمة المنامة وما يزال مشروع خليج البحرين في أوج ذروته وسيستمر هذا النشاط بنفس الزخم القوي خلال العام الجاري أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أكد قدرة مملكة البحرين على استعادة تصنيفها الاعتماني إلى الأحسن في المستقبل المنظور وأوضح عدنان يوسف لنشرة الاقتصادية أنه على الرغم من تراجع التصنيف إلى بيبي من قبل مؤسسة ستاندردز أمبورز فإن هذا التصنيف ليس سيئاً قياساً بالأوضاع الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي وبين عدنان يوسف أن البحرين لن تنجح في تعزيز اقتصادها بشكل مطلوب ما لم يتم تشكيل فريق عمل متكامل يضم كل المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وكل الخبرات الفردية والمؤسساتية القادرة على تحديد الخلل ووضع الحلول والارتقاء بالاقتصاد الوطني هنا نحتاج إلى أن يكون عندنا هناك أناس فنيين يشتغلون على موضوع كيف هنا نعيد تجربة أو إعادة التصنيف للبحرين لعلمك الكريم هذا معلومة جداً يعني لازم للإنسان يستفيد منها البحرين كانت أول دولة عربية قامت بجلب شركة التصنيف للمنطقة العربية وكانت أول دولة عربية تم تصنيفها وكان تصنيفها إيه؟ ماينوس وبالأحداث بدت هذه الدرجات تنزل إلى وصلنا إلى اليوم هنا نتكلم على بي اللي هما يعتبرونه يعني ليس معيار للاستثمار أو ليس مثل تقول يعني инструмент for investment ولكن أنا أظن أن البحرين عنده القدرة على إعادة تصنيف إلى الأحسن في بورصة البحرين أقفل المؤشر العام اليوم بارتفاع وقدره نقطتان وثلاثة عشار عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة تسعمائة وتسعة وخمسين ألفا وخمسمائة وواحدا وثمانين سهما بقيمة إجمالية قدرها مائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة وستين لنارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال سبعة وعشرين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته ستون بالمئة من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر